اشتركوا في القناة رب الله عرف علميا ما هو الفساد عشان تكونوا معاي بالصورة الفساد هو ظاهرة اجتماعية من اخطر الظواهر السلبية على طاري الظواهر السلبية من اخطر الظواهر السلبية على اي دولة مهما كان حجم هذه الدولة هذه الظاهرة اللي هي الفساد تتسبب فيه سمعوا يا جماعة فيه خلل في سير العمل هدر في المال العام زعزعة الامن القومية والاجتماعي والاقتصادي والاداري والسياسي يعني الفساد عدو العدالة والمساواة بين المواطنين ويعمل على تعطيل التنمية والقانون ويتسبب فيه خلل بالنظام العام انا بغيت اقرأ هذا عشان اكون علمي يقول اندري ترادو وزير سابق فرنسي شقول وهو ينصح رئيس الوزراء يقول له انا شا سوي عشان ارضي الشعب قاله تمي ترضي شعب اي رئيس وزراء بالعالم خليه يطلق حملة لمحاربة الفساد وحملة للاصلاح الاداري يقول له بس انت اطلق الحملة تصير بطل انا اذكر ربعنا هنا انزين احنا شو نوع نوع الفساد مهم جدا عرف نوع الفساد وبعدين راح اتخل على الموضوع نوع الفساد فساد اداري فيه فساد مالي وفيه فساد سياسي وفيه فساد اخلاقي اليوم انا بتكلم عن الفساد الاداري اندري ترادو توصل وهم يسوون بحث كبير شون يعاجوا الموضوع لخصه وسهلوه بطريقة جميلة وقال لك اي جهة تروح لها اذا ما شفت فيها ثلاث نقاط بسيطة اعرف ان هذه فاسدة يا جماعة خلكم انتم حتى كمشاهدين باشر لانما تروح بتراجع وزارة تذكر كلامي تسهيل تبسيط استقبال حسن اذا دشيت وزارة ما لقيت فيها تبسيط في الاجراءات تسهيل في المعاملة استقبال حسن اعرف اخذ مني هذه ادارة فاسدة هذا بالاداري انا معاكم ثلاث حلقات في الباج الفساد وتابعوني الفساد اليه اقوى الروح الحين انا قريت هذا كله العمي وحين ما ليش قوي انا الحين بتكلم بطريقتي رحت مجمع وزارات مشيت بممر عندي معاملة الحين هابين يحطون جرائد على الدرائج مات المكاتب وسكرون المكاتب ما ادري ليش ذكرت الشيخ محمد بن راشد الله يطوله بعمره لما راح كسر كراسي اش اسمه بيبان المدرة وراح ومنعهم ان نخشوهم بالمكاتب عن المواطنين انا عادهمني بطلت اول باب ولا شاشوف والله حسافة عليك شاكويت شاشوف داخل شو شفت قاعدين اثنعش بنت قاعدين على الارض بطاطو بيديان وفول وبصل وفلفل كلهم قاعدوا ريحة الغرفة والله يا جماعة شي وما ادري وانا شطيت وهم يصارخون وانا شاطق اطالعش انا ما نمصدق انه تسع ونص الصبح تسع ونص الصبح شذي وريحة واسمعهم صارهم لا 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 لحظة ولا اسمع من وراي تقول وحدة من باب ثاني يفتح مكتب ثاني يفتح تقول لها عواشة واندق وصبق راش انا ما ادري ليش تذكرت قطلة التنمية عشرين خمس وثلاثين وين عشرين خمس وثلاثين مع ذهيل شذي انا بديت لكم في الموظف اشيرو لي ثاني باب قالو لي القاعة رحت القاعة ولا القاعة خالية لان القاعة الموظفين فيها عشرين تقريبا عشرين كمبيوتر خالي لان الباجي كله دا قص بقراش وحدة قاعدة محجبة صغيرة وجدامها اثنين شكلهم من اهل الله واحد تشريمبا والثاني جوتيا يلبع ومرتب بكويتي من اهل الله ساكتين مساكين انا ما سكت تنحنحت رفعت راستي ايش قاعد تسوي قاعد تاكل حبة بيض وتكلم واحدة وهني مبين حبة بيض من زمام قاعد تاكلها واذا ساكتين وهني وعالتلفون بالخط تقول حق اللي بعاها هذا سمع عيني هذا سمعي وشوف عيني تقول لها اش اسمها لا صب القفشة وسمسميتهم زينا ظهر طباختهم زينا انا ما قدرت اختنقت الله العظيم اختنقت ما بالغ المهم ما تنحنعت رفعت راس شان تقول يلا السيستم خربان تعالوا باشر تعالوا باشر ولا الاثنين اللي جدامي نهل الله هذين هم حمام بر راحوا يا قت له هاي هاي تعالي لحظة وين باشر انا بشاهدتي اليوم سكر التلفون حاشيني شك خرابي شان تقولي عفوا من ممهاي بعيد من ممهاي روحي روحي انت حجي من ممهاي نادي لرئيس القسم راحت رد راحت خايفة رئيس القسم يت رئيسة القسم تعدل بإعجابها عموظفينها من ناق وهذي تاكل حب وهذي اي عشرين خمسة ثلاثين شان تقولي عسى ما شرفيك ما عصب منه معاي هو منه معاي عبالهم يمكننا نسيب الوزير ولا ولد للوكيل ولا اذا مواطن يدوسون ببطك يدوسون ببطك رسمي يا قلت لها مواطن ابي شهادة شهادة تقول المعد ما لها الذنب السيستم قربان قلت لها دقي على موظف الصيانة الكمبيوتر وخلصينا أنا اليوم ما نطالع باخر شاتم وحنا فاضل لكم وحنا دقت للمستاقية شالت التلفون لنحن نذكر اسم قالت له مراد ايه ورعص ايه وشذي شهادة تسوي لشذي عطني هويتك خدت وعطيتها بطاقة ودني طقت طقتين شهادة نسوي شهد assisting شهد شهد قلت له ما في توقيع ولا ختم شهادة تقول شهادة لها خلاست قل قل قول بقلبي بذمة UFF شهادة겠어 ما عندي لوقت بروح لان خلصت لكم من الموظف و من رئيس القسم بروح اللي قل على المراقب وصلتلي بضاعة في جهة معنية بالبضايا تصلت علي شركة قال لي إذا أنت مستعيل تعالي نباتر أخذها قلت له أوكي قال لي بس حط بالك لازم تي قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر قبل صلاة ليش معاملة طول لكي نقول لا المراقب حذرت المراقب يصلي الظهر ويمشي قلت له ما تريعه ثاني يوم رحت له وأنا قع أصفط في الجهة وأسمع الأذان قع يأذن قع كل من صارخ أصار خانم معاه ما قدرت لين خلص الأذان معلين أربع سماعات نزل الأذان سكر الأذان لقيت الريال مع الأصراخ رحت له وندبج رياليش كبري ندبج بين الممرات بنلحق على المراقب حذرت المراقب رحنا هنا كل المكتب خالي مكتب خالي وين تفت على البنات قلت له راح الصلاة قلت له ننطرة ورا الصلاة ولا في مراقب ثاني خلصنا تعال باتشر تعود من سنين يصلي ويمشي قلت له ولا مراقب ثاني ولا شيء قلت له هاي شنو هالخرابيط هذي أنا أبي معاملتي تخلص اليوم شنو تقول تعال باتشر لو سمحتها تسكر باب ببيهي مو ببيهي ببيهي عشرين واحد ريال كلاحش كبرى أحكت أنا بش سوي لها بعد ذكرت حسن استقبال هذا مكان فاسد رسمي خلصنا من المراقب المدرب أسبوع اليوم لكن الحين آخر واحد الوزير مو بها الوزارة عشان أضيعكم وزارات سابقة راحوا مجموعة من المراجعين حق الوزير اكتبوا تظلم يابون اجتمعوا معا مع التجار قشوا على الوزير عطاهم موعد قالوا لي تطال عمرك مدير مكتبك الحاجب مالك مسعر المعاملات إذا ما ندفع لي ما يدخل معاملاتنا وإحنا هذي قاعد تأخر معاملاتنا ما عليش رايك شو تتخيلون جاوب الوزير شو تتخيلون حط خيال على كيفك قالهم الله حاسدين هالمسيتشين على كم البيزة اللي ياخذها يا لا والله منصجك هذا جواب تدرون شلون أنا بقول للحكومة والجماعة إذا إحنا ما تبعونا نتفائل إذا ما تبعونا نتفائل فهذا بسبب فريقكم إذا هذا فريقكم اللي بتروحون فيه حق عشرين همس وثلاثين في مثل كويتي وايد حلو يرد على هالكلام شي يقول مثل كويتي يقول أول القرص احترق تصبحون على خير تصبحون على خير